الشكاوى في الشارع التونسي من ارتفاع الأسعار مستمرة بعد مرور أكثر من مئة يوم على الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعياد الغلاء اللي يكثر معناها قفة المواطن معاش خلت عليها وتاعب حتى بش يلقى قوة يومه بالنسبة لأسعار ضعفة تقريب مرتين ولا ثلاثة من نهار 25 جويلية أسعار أسعار جعنا في كروشنا والله جعنا خصيموا بالله لقينا من ناكل والله يا هلتني ربي لقينا من ناكل نحبوه قيس سعياد نحبوه قلشان يشوف لنا حاجات لبيهم الفايدة ساعة تلبيش ناكل وما لقيناش من ناكل في المقابل استأنفت حكومة نجلاء بودن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبحث حصول تونس على حزمة ينقاذ اقتصادي وقبلها دع الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيين داخل البلاد وخارجها للمساهمة في تعبئة الموارد المالية للدولة دعوة تباينت بشأنها آراء التونسيين أنا مع قرار قيس سعيد وأنا أول واحد من الناس بش نضبع الرأة ما فيش حتى مشكلة وحاجة عادية هذه نحن نشوف الدولة دولتنا وتونس نحن فهمني علش بش نشمتوا فيها اليوم مهمة وش معقول فهمني نحن اليوم نعاونه باللي نقدره شهريتي مش مكمل من نجمش نكمل بها الشهر كيفيش أنا تحبني نعاون الدولة وأنا منيش قادر معناها حتى بش نكمل الشهر معناها لباس واحنا نستنعوا في الدولة هي اللي بش تعطينا معناها مش أحنا رش نعطيو الدولة خبرون في الاقتصاد يقولون إن تعبئة الموارد المالية يمكن أن تكون عبر اكتتاب قانوني مع الدولة يضمن للمساهمين مواطنين أو مؤسسات استرجاع أموالهم بفوائض محفزة بالنسبة لهذا الاكتتاب هناك أيضا ادخار بنسبة فوائض متغيرة متغيرة يعني أندكسي على سعر سوق المال وهوني لتحفيز أكثر المواطنين للاقبل على عملية الادخار ويجب الإشارة إلى أن نسبة الفوائض على الاكتتاب في القرض الرقاعي أهم جدا من الادخار العادي وبين صعوبة الظروف المعيشية لغالبية التونسيين ومساع السلطات الحالية لتعبئة الموارد المالية للدولة تستمر الأزمة السياسية في البلاد في ظل غياب الحوار بين الرئاسة ومختلف القوى المدنية والسياسية يترقب التونسيون إجراءات حكومية عاجلة تحسن ظروف عيشهم إجراءات باتت مرهونة بمدى قدرة حكومة نجلاء بودن على تغطية عجز الموازنة العامة وأيضا حل الأزمة السياسية في البلاد جلال موانع الحرة تونس